فالوافد الجديد على رأسي وزارتي التجارة سعيدة جلاب أن لجنة على مستوى الوصر في صدد دراسة أو بصدد دراسة تحيين قائمة المواد الممنوعة من الاسترادة جلاب وفي تصريح خاص بقناة النهار أكد أن تمويل السوق بالمواد الاستهلاكية لن يعرف أي خلال سواء خلال شهر رمضان الكريم أو بعده التفاصيل في ميكروفون طهر بنزين وأحمد مديني وبخصوص ملف سيارات المراكبة بالجسار الذي يصنع الجدل أكد وزير التجارة الجديد صعيد جلاب لتلفزيون النهار أنه في صدد دراسة الملف رفقة وزارتي الصناعة والمناشم ترجمة نانسي قنقر